اشتركوا في القناة تحقيق المركز الأول في بطولة العالم العسكرية لقفز الحواجز للخيول الثانية والعشرين والتي أقيمت منافساتها في ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل الصديقة خلال شهر أكتوبر الماضي وخلال اللقاء هنأ حضرة صاحب الجلالة أفراد المنتخب العسكري وأشاد بهذا الإنجاز التاريخي المشرف والذي يضاف إلى سجل إنجازات قوة الدفاع البحرين ورجالها البواسل وتمييزهم في مجال الرياضة العسكرية العالمية منويها حفظه الله بالعروض المميزة التي قدمها أفراد المنتخب وما أظهره من مهارات عالية استحقوا من خلالها الحصول على المركز الأول رافعين راية الوطن عالية خفاقة في هذا المحفل الرياضي الدولي وأشاد جلالته بكل النتائج المشرفة التي تواصل تحقيقها المنتخبات العسكرية لقوة دفاع البحرين في كافة الرياضات معربا حفظه الله عن تقديره لما تليه القيادة العامة لقوة دفاع البحرين من اهتمام ورعاية للرياضة العسكرية انطلاقا من أهدافها ورسالتها السامية في تأهيل جميع الرياضيين العسكريين وأعدادهم لتحقيق الألقاب وعتلاء منصات التتويج في جميع المسابقات والفعاليات متمنين جلالته للمنتخب العسكري للفروسية وكافة الرياضي المملكة كل التوفيق والتقدم في مشاركاتهم القادمة ترجمة نانسي قنقر